حلقة جديدة وعدد جديد من برنامج فكرة سيم الفاري اللي قدمه كل أسبوع الأعلامي هادي إزعيم كل عادة مجموعة من ضيوف ولكن المرة هادي بش يجيب ضيف اللي هو زوج المرحومة مونيرة حمدي ربي يرحمها وين عامها يا ربي بش يحكي على اعترافات صادمة حسب ما وصفها هادي إزعيم ويحكي على زوجته كفيش كانت تتعامل فيه بكيب الدموع وقال اللي أخي بحاجة لمراكب تموت قبل الرجل قال في الأسبوع الأخير من حياة مونيرة حمدي كانت تخمم عليها وكانت معناها تحرس بش أنا نشرب الدواء متاعي وكانت لقاني مشربتوش تعاركني وتخرج هي وبنتها بش يجيبولي الدواء للأسف الشديد اليوم زوج مونيرة حمدي أسيد منعم ما عندوش دار يسكن فيها وقال اللي هو تعرض للإهانة ويتعرض معناها لمعاملات خايبة برشا والفنانة مونيرة حمدي قدم خدمة وقد ما كان عندها ما كان واسم إلا أنه هو اليوم زوجها يخليه به النسي الكل من با حتى عنده دار قال بنته وقت يتروح من الخارج بش تطل عليه يعني تتأزم وترجع في حالة نفسية متأزمة هو يضطر أنه يعيش معناه في ديزوتيل لأنه ما يلقاش وين يسكن وما يقاش وين يقعد بالضبط حالة مزرية حالة صعبة يسر وكان يبكي بحرقة كبيرة يسر وهي ديزعين متحطف معه برشا ربي يرحم الفنانة مونيرة حمدي ما تنسي واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشو سيلكم الفيديو القادم